مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو عن الأناجيل الأربعة وبالخص السؤال المهم الذي يطرحه الإخوة المسلمين في كل مكان وهو قانونية الأناجيل الأربعة أو متى قبلت الكنيسة الأناجيل الأربعة أسبوع الماضي تكلمت عن خرافة سميها خرافة كزبة وريفر لكن هي خرافة بينادي بها كل الإخوة المسلمين اللي دارس واللي غير دارس المتخصص في مقارنة الأديان والرجل البسيط اللي في الشارع كميز هذه الكزبة تقول أن الكنيسة في مجمع ناقية أقرة الأربع أناجيل التي تتماشى مع العقيدة المسيحية وبالأخص عقيدة لهوت المسيح التي أقرها مجمع نقية وبسلطان من الإمبراطور كوستانتين وتحت إشراف الأساقفة تم حرق باقي الأناجيل المخالفة للأناجيل الأربعة دي الكزبة اللي أنا ما زلت لحد النهاردة بطالب كل من بينادي بها أنه يأتي بدليل واحد دليل أكاديمي محترم واحد يقول أن مجمع ناقية ناقشة من قريب أو من بعيد موضوع قانونية الأسفار أو قانونية الأناجيل الأربعة كويس الأناجيل الأربعة دي الكزبة الإسلامية الأناجيل الأربعة تم قبولها في مجمع نقية بقرار من الإمبراطور كوستانتين الذي أمر أيضا بحرق باقي الأناجيل وهذه الكزبة يرددها الكل كل الإخوة المسلمين ونشوف يعني فيديو اثنين وثلاثة بيأكد هذه الكزبة فخليه نشوف الدكتور منقذ السقار اللي بيعتبر نفسه عالم من العلماء بيردد هذه الكزبة أيضا في فيديوهاته فنسمع الدكتور منقذ بيقول لنا إيه؟ فإذا هناك كثر في القرن الميلاد الأول كتبوا أناجيل ومن بينها إنجيل كتبه المسيح وعليه الصلاة والسلام هذه أناجيل كانت موجودة في القرن الميلاد الأول أي دليل على أن المسيح كتب إنجيل بس هو بيردد يعني كمل كانت موجودة في القرن الميلاد الأول فجاءت الكنيسة في مجمع نيقيا 325 وأمرت بحرق هذه الأناجيل أمرت بالتخلص منها جميعا واعترفت بأربعة أناجيل اعتبرتها من كلام الله وأحرقت بقية الأناجيل وصدرت وصدرت قرارات من الأمبراطور بقتل أو اضطهاد من يؤمن حرام بقدر أي كمل يؤدد عنده شيء من هذه الأناجيل التي اعتبروها أناجيل مزولة ومنحولة ففقدت هذه الأناجيل وإن كان وجد بعض منها في العصر الحديث أما أنتم تأخذون الأناجيل ومن بينها إنجيل المسيح فتحرقونها وتضطهدون من عنده شيء منها ثم بعد ذلك نحن مطالبون بأن نحضركم إنجيل المسيح فهذا من الظلم البين الدكتور منقص بيعمل عملية إسقاط رهيبة إحنا مش اللي إحنا حرقنا الأناجيل يا دكتور منقص ده فيه من جمع القرآن وحرق المصاحف فمش إحنا اللي حرقنا وبعدين إنت بتتكلم بالثقة دي جايبها منين يعني الثقة اللي إنت بتتكلم بيها دي جايبها منين إيه المراجعك إيه المراجع الأكاديمية اللي بتتكلم عن قرارات مجمع نقية وتناقشوا ومن ضمنها زي ما أنت متخيل قانونية الأسفار أو قانونية الأناجيل طيب اذكر لنا كده واحد واثنين وثلاثة هو حضرتك مش مفروض أن أنت لما تجيب معلومة تجيب المصدر بتاعها لا هي كده هو مقتنع بيها كده صدقوني لو جبنا له خمسمائة برهان على أنها مش كده هيظل هو مقتنع بكده بهذه الكزبة هذه الكزبة بقى أخدها واحد تاني وقال لك إزاي بقى أشوف كنيسة إزاي كنيسة محترفة شوف الفيديو التاني هنخدهم كده وارا بعد ناخد الفيديو التاني والتالت وارا بعد علشان يعني نعلق عليه مع بعض النصارى سووا حركة ممتازة في تلتمية ونيف ميلاديا سووا مجمع اسمه مجمع نيكيا أنا حتى معرفش اسم مين دا بس شكله يعني بيكلم فاهم شكله فاهم شكله فاهم جدا إيش هو الحل؟ قال لك الأناجيل التي من التي فيها كلام المسيح كثيرة في كثير من الأناجيل لازم نحدد إشهل الأناجيل الصحيحة وفعلا نخرج من هذا المجمع أنه الأناجيل الصحيحة المعتمد عندنا يتكلم كأنه واحد كان حاضر المجمع كأنه واحد من شهود العيان يعني ودي المصيبة والطامة الكبرى لما واحد يصدق كذبة ولا يبحث عن مصدرها حتى طب هي جات منين طب يعني هل في ما يؤكدها ولا ما فيش إنما بيتكلم عنها بثقة بيقين مطلق أنها حصلت ومعندوش أي دراية حتى بقرارات مجمع نقية ولا دراس يمكن إيه اللي حصل في مجمع نقية ولا أرى كتاب محترم عن مجمع نقية كم صار هي إنجيل مارك ومافي وجون واللوك متى ويحنى ومرقص ولوك أما أي إنجيل آخر ظهر زي إنجيل توم إنجيل بطرس أو ظهر بعدين زي إنجيل برنابة فكله منحول أو أبو كريب فالنصارى قال لك إحنا نقحنا تراثنا يا ابن الحلال الأبو كريب هذه إنجيل منحولة تستشدلي فيها فيها بعض الكلام الذي يخالف عقيدة المسيحيين فعندك مثلا إنجيل بيقول إنه المسيح ما صلب بيقول إنه شبها لهم في إنجيل بيقول إنه إنه المسيح ليس هو ابن الله المسيح مجرد رسول فلا تستشد لي بعض الأناديل أستشد لي بالأناديل الأربعة حقتي وأنا وأنت نقيم الحجة وفعلا عملوا شيء ممتاز تعرفين إن تاريخ المسيحية المفصلي بيبدأ سنة تلتمية خمسة وعشرين السنة اللي اجتمع فيها قسطنطين الوسني مع أساقفة من جميع بلدان العالم علشان يقروا عقيدة ألوهية المسيح وقانون الإيمان واختيار الكتاب المدعو مقدس عندهم خد التقرير السرع ده من فيلم شفر الدفنشي علشان تعرف إحنا نتكلم عنه ده مصدره إيه بقى مصدره شفر الدفنشي هو ده المصدر بتاعه جاب المصدر جاب التقرير من شفر الدفنشي وهو لا يعلم إن كانت إن كان دان براون المؤلف لشفر الدفنشي أو دفنشي كود كاتب فكشن ولا نان فكشن يعني هو أساساً فكشن ولا نان فكشن مش هيعرفها بس هي شفر الدفنشي مصدره شفر الدفنشي المجمع هو اللي قرر كويس زي ما قلت إن دي كذبة وأكدت المرة اللي فاتت إنه هذه الكذبة موجودة عند كل خلينا أقول عشان أبقى يعني دايما نعلمونا في الكلام الأكاديمي لا نستخدم كلمة كل لكن أقول معظم كويس أو أغلبية الدعاة المسلمين أن الكنيسة مفترية لها سلطان على الناس هي اللي قررت ما الذي يجب أن نؤمن به وهي اللي اختارت الأناجيل الأربعة وبسلطانها قامت وحرقت بقية الأناجيل مع أننا ما زلنا بنكتشف ما زلنا بنكتشف يوم ورا يوم الأناجيل الغنوسية أو الأناجيل الكثيرة المنتشرة واللي موجودة في العالم كله لكن قالك إنه جمعوها وحرقوها إنوي مكلم عن قانونية الأناجيل الأربعة أو متى قبلت الأناجيل الأربعة في الكنيسة السؤال ده أساسا غلط أنا اللي حضته بس أنا حضته علشان الإخوة المسلمين داروا يفهموا اللي أنا هقوله إيه السؤال أساسا غلط مش متى قبلت الكنيسة الأناجيل الأربعة هو المفروض متى أدركت الكنيسة واعترفت بسلطان الكلمة المكتوبة على أنها وحي من الله كويس لكن خلوني أن أكلم عن القانونية يمكن عدد كبير ما يعرفش يعني إيه قانونية الأناجيل كلمة كانون اللي هي بنقول عنها القانونية في اللغة اليونانية تعني العصى المستقيمة اللي كانت تستخدم دايما للقياس كويس فعش كده القياس الذي نقيس به وبيبقى فيه علامات الإشارة اللي يعتبر هو الستاندر الستاندر للأشياء الستاندر للإيمان والأعمال الكتب اللي هي ستاندر للإيمان والأعمال الكتب اللي هي فعلا تعتبر لها سلطان على حياة المؤمن وحياة الكنيسة وممارسة المؤمن في حياته وممارسات الكنيسة في عبادتها هي مجموعة الأسفار التي أدركها وأنا بحط كلمة أدركها هنا لأنها مهمة جدا هي مجموعة الأسفار التي أدركها شعب الله وصارت ضمن الكتاب المقدس الأسفار التي قبلت وكتبت بوحي من الروح الكدس سميت أسفار مقدسة أو قانونية فالأسفار القانونية هي التي نستقي منها إيماننا وأعمالنا ده ببساطة كلمة كانون أو قانونية الأنجيل طيب زي ما قلت لحضراتكم لا يوجد دليل تاريخي واحد يقول أن مجمع نقية ناقشة موضوع قانونية الأنجيل أو أسفار كتاب المقدس ما عندناش برهان تاريخي واحد عندنا آلاف البرهين عن الموضوعات التي ناقشها مجمع نقية ولم يكن من ضمنها أبداً موضوع قانونية أسفار الكتاب المقدس القول بأن مجمع نقية قبل أربع أنجيل والإمبراطور كوستنطين حرق باقي الأنجيل قول كذب كذبة هو ادعاء كاذب ليس له أي أساس من الصحة ليس له أي أساس من الصحة ولن تجدوا إلا في كتب الإخوة المسلمين لن تجدوا إلا في كتب الإخوة المسلمين طب إيه بقى هو دور الكنيسة ما هو دور الكنيسة وعلاقة الكنيسة بالأسفار المقدسة قبول الكنيسة خلوا بالكم لأنه كلام اللي هقوله ده كلام مهم جدا أنه ده إيمانا المسيح قبول الكنيسة للأسفار لم يجعلها موحة بها من الله يعني مش أفترض أنه ده سفر سفر ده كتبه قال نقول يحنى الحبيب هذا السفر كتبه يحنى الحبيب مش لما الكنيسة قبلت السفر ده صار السفر ده موحة بيه من الله ده غلط لأنه كده حطينا سلطان الكنيسة فوق سلطان الكلمة قبول الكنيسة لم يجعل من السفر موحة به من الله بل لأن السفر موحة به من الله قبلته الكنيسة أقولها تاني علشان السفر اللي تكتب دوا موحة به من الله ويحمل البراهين الداخلية التي تؤكد أنه موحة به من الله الكنيسة الكنيسة خضعت وقبلت هذا السفر ليكون دستورا للإيمان والأعمال فقبول الكنيسة لم يجعل الأسفار المقدسة أسفارا قانونية مش الكنيسة جاءت قالت احنا نقبل أربع نجيل وبما نقبلنا الأربع نجيل الأربع نجيل دول هم الأسفار الموحة بها من الله أو الأنجيل الموحة بها من الله ده مش صح لكن لأن السفر موحة به من الله فرد نفسه له سلطان بيشهد عنه الروح الكدس لا يتناقض مع إعلانات الله في القديم وفي الجديد لأنه موحة به من الله كنيسة إبلته الكنيسة احتضنته الكنيسة أدرته الكنيسة أعلنت اعترفها بي لأنه موحة به من الله ده يتطبق على كل أسفار كتير معدس ده المبدأ العام في فهمنا لقانونية الأسفار وفي فهمنا للوحي المسيحي يبقى إمتى صار السفر موحة به من الله عندما مسك مت القلم وكان يكتب وأنهى كتابته السفر نفسه يشهد أن هذا السفر هو كلمة الله فيه ناس ممكن يبقى عندها بعض الأسئلة وفيه ناس جوه الكنيسة كان عندها بعض الأسئلة المرتبطة ببعض الأسفار وده عادي وده موجود يعني كان فيه بعض الأسئلة المرتبطة مثلا ب سفر الجمعة أو سفر استير أنه كلمة الله مش موجودة أنه اسم الله أو يهوى مش موجود فيه دي أسئلة عادية لكن هذا لم يقلل من قيمة السفر ولم يجعل من السفر الموحة به غير موحة به من الله لوثر كان عنده مشكلة في رسالة يعقوب كان فاهمها غلط بس هذا لم يقلل من رسالة يعقوب أبدا الفكرة الأساسية أنه السفر موحة به من الله ودور الكنيسة هي أن تقبل وتدرك أن هذا السفر كلمة الله فتقبله وتخضع له بالزبط زي ما أنا حطيتها يمكن فيه كتاب كتابي الوحي وعي اسم الكتاب المعدس وحطيت التشبيه ده وقلت أنه زي قانون الجاذبية الأرضية قانون الجاذبية الأرضية موجود قبل ما يكتشفوا نيوتن موجود يمكن الناس ما كانتش حطاها بهذا الشكل أو مش مدركة بالأبعاد دي لكنه موجود أي واحد لو مسك حاجة وسبها بتقع في الأرض أي فاكهة في الشجرة لو وقعتها تقع على الأرض مش بتطلع لفوق قانون الجاذبية موجود موجود من إمتى قانون الجاذبية من اللحظة التي فيها خلق الله العالم ده جزء من خلقة الله لكن متى أدرك الإنسان وجود هذا القانون وفهمه بعد مئات سنين الأصفار المقدسة موحى بها من الله وعلى الكنيسة أن تقبلها وتعترف بها ده 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 المقياس اللي عندنا طيب فده دور الكنيسة في فيديو آخر حضراتكم تشاهدوه لأنه بيعلق بصورة عن قانونية الأصفار المقدسة وبيحاول ينتقد موضوع القانونية فخلونا نشوف الفيديو رقم أربعة ونرجع نعلق عليه هم اختاروا الكتب دي عشان كده بقت مقدسة ما تحاولش تقنعني بقواعد وقواعد ده الغلط ده الفكر الخاطئ اللي أنا بكلمكم عنه هم الكتب المقدسة دي لم تصر مقدسة لأن الكنيسة قابلتها بل لأنها مقدسة الكنيسة قابلتها وليس العكس ومعنديش يعني مهما أتيت بأي كتب بتقول العكس فهذا عكس الإيمان المسيح مهما كان لأن الكتب مقدسة قابلتها الكنيسة فالكتب المقدسة لم تصر كتب مقدسة نتيجة قبول الكنيسة لها بل لأنها كتب مقدسة قابل قبول الكنيسة لها قابلتها الكنيسة كمّل هم اختاروا الكتب دي عشان كده بقت مقدسة ما تحاولش تقنعني بقواعد وقوانين وشروط معينة يجب أن تنطبق في الأصفار الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فين الربوبية هم اللي بيحددوا ايه هي الكتب المقدسة في أكتر من كده في أكتر من كده سلطان لرجال الدين إن الهم اللي بيقولولنا هي دي أصفارنا المقدسة وهي دي الأصفار اللي من خلالها هنعرف ربنا ونعمد ربنا وناخد منها العقائد والإيمان والأخلاق والمعاملات والعبادات والتقوس وكل حاجة ده الفكر الخاطئ عن الأصفار المقدسة ومهما يعني مهما كان بيروج لهذا الفكر أو مين اللي بيقول الفكر ده لكنه فكر غير كتاب لأنه رب نفسه بيشهد عن كلمته ولأن الروح القدس يشهد أيضا عن الكلمة فلأن المكتوب مقدس قبلته الكنيزة وأدركته الكنيزة طيب نيجي رجع لي موضوع الأنجيل الأربعة الأجعاء بأن الأنجيل الأربعة يعني لم تكن معروفة ولم تكن مقررة ولم تتفق عليها الكنيزة لمدة أربع كرون وانتظرت الكنيزة حتى مجيء مجمع نقية لتقرر الكنيزة الأنجيل الأربعة وترفض الأنجيل الأخرى زي ما قلت هذا الكلام كذب لأن تاريخ الكنيزة وأباء الكنيزة بيشهدوا عن الأنجيل الأربعة منذ القرن الثاني الميلادي ده بس أوريجانوس عمل تفسير لأنجيل متى في 25 مجلد وفي المقدمة هنشوف تكلم عن الأنجيل الأربعة أباء الكنيزة تكلموا عن الأنجيل الأربعة الأنجيل الأربعة كانت مقبولة وكان لها سلطان ومعترف بها من الكنيز سواء في أسيا الصغرى أو في مصر أو في أنطاقيا أو حتى في روما من اللي قال أنه الأنجيل الأربعة تم إقرارها في مجمع نقية إلا الشخص الذي يريد أن يصدق كذبة تعا نشوف هنا إرناوس قال لنا إيه سنة 180 ميلادية بيقول لنا عن الأنجيل الأربعة أنا بكلم على القرون الثاني بيدينا كان يعزان في روما ويؤسسان الكنيسة بعد رحيل هما سلمنا موركوس يعني بعد موتهم سلمنا موركوس المترجم لبوتروس ما وعزه بوتروس ولوق أيضا رفيق بوليس الرسول سجل لنا الإنجيل الذي كان يعز به بوليس ويحن تلميذ المسيح الشخص الذي كان يتكي على صدر يسوع كتب إنجيله وهو في أفاسوس هو عرف منين يحن كان يتكي على صدر يسوع إلا من إنجيل يحن الذي كان متداولا ومقبولا دين الأنجيل الأربعة من القرن الثاني عندنا الأنجيل الأربعة طبعا أمام النور لابد أن الظلام يحاول أن يطفئ النور وأمام عمل الله يحاول إبليس باستمرار أن يشوه عمل الله فهناك أتى أناس معلمين كذبة تحدث عنهم الرسول بوليس كثيرا تحدث عنهم الحبيب يحنى كثيرا الذي منهم أنكر ناسوت المسيح والذي منهم أنكر لهوت المسيح والذي أتى بأفكار وببدع مختلفة فكان على الكنيسة على الكنيسة أن تقول لشعب الكنيسة ابعدوا عن هذه الأنجيل أو هذا الانجيل لا يمثل إيمان المسيحي ولحد النهاردة أنا بمسك النهاردة الانجيلي اللي أنا بين إيديا دوا كتاب المقدس دا وبعدين مسكت مسكت الكتاب الانجيل آخر انجيل آخر اسمه انجيل المرمن طائفة المرمن أنا بقول لشعب الكنيسة دا انجيلي إنما انجيل المرمن دا مش انجيلنا ولا كتاب شهود يهوة دا كتابنا أنا بعمل ايه هنا بعمل اللي عملته الكنيسة من البدري فأمام التعليم الكاذبة والمضلة الكثيرة وطبعا لأنه زمان كان أي واحد يحب ينشر حاجة كان ممكن يحط اسم دا مش على فكرة مش في العالم الكتابي بس دا في العالم القديم كله فكان يحط اسمه واحد من مشاهير آه أنا أكتب اسمه بوتروس بقعمل إنجيل باسمه بوتروس ليه لأنه بوتروس دا عمود الكنيسة بوتروس دا آآ آآ تلميذ من تلميذ فلما الناس تعرف أنه دا إنجيل بوتروس تتغش لكن الله حافظ لكلمته طيب أخد مدخلة الأخت فريال من إنجلترا ألو أخ أشرف ألو أخ أشرف أهلين بيكي سلام سلام ونعمة المسيح معك الرب يباركك شكرا أنا أعرف أنه أنت راح تكفي وتوفي عن الموضوع كالعادة والرب يباركك شكرا لك بس أنا بس أريد أقول أنه الشيخ منقذ السقار هو عالم علماء الكذب والتدليس والمسيح له كل المجد قال عن الشيطان كذاب وأبو الكذاب هو أي مسيحي قال بأن الإنجيل كتبه المسيح له كل المجد خلي روح يقرأ الإنجيل ويفهم من اللي كتبوا الإنجيل المقدس وين هو هذا الإنجيل؟ مثل ما ذكرت أخ أشرف يعملون عملية دائما إسقاط من قرآنهم على كتابنا المقدس أثمان بن عطان هو اللي حرق المفاحب والمعزة أكلت سورة من القرآن وإلهك نزل آية ونسخ آية أخرى أما أنت يا دكتور منقذ السقار مع كل احترامي شخصك طبعا فأنت مو منقذ أنت مهلك لأنك تخضع المسلمين الغلابة بدون أي دليل ولا برهان وجاوبوك يا ما جاوبوك الأخ رشيد والأخ وحيد والأخ أشرف ولسه بعد حتشوف من الأجوبة فالرب يرحمك ويخلصك من هذا الكذب والمسلمين الغلابة هي مثل الأميان مثل ما قال الرب يسوع المسيح إن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلهما في الحفرة فهم يسيحون بعدك آمين فحرام عليك حرام عليك رح فكر بأبديتك قبل ما يجي المسيح وينتهي العالم حتقف أمامه كذيان وأنا أصلي من كل قلبي تقف أمامه كمخلص شخصي لحياتك حتى تنالي الحياة الأبدية والرب يرحمك وينمس قلبك وقلوب كل العلماء الشيوخ الكذابين والمدلسين أشكرك أخي أشكرك والرب يباركك شكرا يا أختي فريال يعني أنا بصراحة حاسس بالورطة اللي فيها الإخوة المسلمين هم في ورطة ليه ورطة؟ هو مسدق إنه قرآنه ده كلام الله والمشكلة مش فيهم المشكلة في الكرآن في النص هو مسدق إنه ده كلام الله فبالتالي لما يقول الكرآن مثلا إنه أنزلنا على عيسى بن مريم الإنجيل هو مسدق كده هو ما قدمش أي برهان ولا أي دليل ولا قالش حتى أي محتوى الإنجيل ده وكم صفحة طب وكم فصل طب بيتكلم عن إيه طب إيه محتوى؟ ما فيش هو إداهم إداهم العبارة دي وسبهم كده على عماهم فهو بيدافع عن ما يعتقد أنه كلام الله في سبيل دفاعه عن كلام الله ممكن بكل سهولة يخترق الأكاذيب يخترقها ويخترعها زي ما موضوع صلب المسيح نفس الأضية في صلب المسيح هو قال لهم أنه المسيح لم يصل فهو مصدق النص اللي عنده مع أنه النص دوا ما دهوش ولا برهان ولا دليل لكنه هو صدق وعلشان يثبت أنه هو صح هو أيضا بيخترع الأكاذيب ده أوقات بيحاول يستخدم الكتال المؤدس اللي فيه الصليب المسيح يعني حدث مركزي وأساسي مع عقله تخيله كده يعني فهو يستخدم الكتال المؤدس عشان ينفي منه أن المسيح لم يصل أو الكرآن يقوله أنه الإنجيل أو الكتاب يشهد عن محمد فهو يروح لاوي كل الآيات ويفسرها غلط ويكذب علشان هو مصدق يبقى إحنا اللي غلط مش نصه اللي هو غلط ده اللي بيعملوا وأنا بقول إنه هم فعلاً في ورطة وهو مسكين هو بدل ما يعني ينقض النص اللي بيقراه ويسأل أسئلة منطقية عنه توصله للحق هو بيقبله كالأعمى وعشان قبله كالأعمى لازم يطعن في الحق المعلن في كلمة الرب ده دي الورطة اللي فيها الإخوة المسلمين طيب نيجي لشخص آخر كليماندوس كليماندوس الأسكندري وده كان من 150 ل215 يعني برضو بنتكلم على النص الثاني من القرن الثاني الميلادي ماذا يقول عن الأنجيل أربعة يقول أن إنجيل يحنى كان معروفاً عند كل الكنيس على فكرة حنا عندنا فريجمنت أو قصاصة من إنجيل يحنى أصحاح 17 هذه النص المخطوطة تعود يعود تاريخها إلى 125 ميلادية يعني لو قلنا إنه إنه يحنى كتب إنجيل آخر واحد لتسي إن يحنى كتب إنجيل حتى في التسعينات وكتبه في أفاسوس والمخطوطة دي وجدت في القاهرة معنى كده إنه ما كتبه يحنى في أفاسوس قريدي تنسخ منه نسخه وراحت إلى مصر عشو كده يقول هنا كليمندوس الحقيقة دي أن إنجيل يحنى كان معروفاً عند الكنيس ولابد أن نعتبر كتابه كتابة أصلية يعني هو كتاب أصلي كتب يحنى وقد وضع الرابع في الترتيب بعد ثلاثة أناجيل أخرى يعني عارف أن هناك أربعة أناجيل وقبل إنجيل يحنى فيه ثلاثة أناجيل إن رجال الله العظماء هؤلاء أقصد تلاميذ المسيح كانوا أطهاراً وأنقياً في حياتهم وقد اكتست نفوسهم بكل فضيلة بالنسبة للمشير متى الذي وعز أولاً بالعبرية قبل أن يذهب إلى أماكن أخرى سلمنا إنجيله مكتوباً وبعد ذلك كتب موركوس ولوق إنجيلهما وموركوس كتب حسب ما سمع من بوتروس وتحت إشرافه أما يحنى الحبيب بعدما أعلن إنجيل شفوياً كتبوا لنا يحنى كان يعظ إنجيل قبل أن يكتبوا ذلك كان موجود يبقى ما يجيش واحد يقول لي لأنجيل الأربعة أقرتها الكنيسة في مجمع نقية أو لأنجيل الأربعة صارت قانونية في مجمع نقية أقول له أنت مش فاهم ومش عارف وبتجذب وبتدلس ومعرفش إذا كنت بتجذب عن جهل أو بتجذب عن قصد نمشي إلى شهادة أخرى مقدمة كتاب ضد مارسيون وده الشخص اللي رفض العهد القديم ورفض أي صفر له علاقة باليهود واعتبر أن العهد اللي أنا جيل هو بس إنجيل لقى لأنه كتب للأمم إلى آخره والكنيسة وقفت ضد تعليمه كويس يقول يقول في مقدمة في مقدمة كتاب ضد مارسيون سنة 150 إلى 250 في النص الثاني من القرن الثاني أو النص الأول من القرن الثالث يقول له كان موركوس مترجما لبوتروس نفس الحقيقة موركوس كان مترجم وبعد استشهاد بوتروس كتب موركوس لنا الإنجيل المعروف باسمه لوكا كان طبيبا من أنطاقيا وتلميذ الرسل فيما بعد اتبع لوكا الرسول بوليس حتى استشهاده الذي خدم الرب خدمة لا عيبة فيها لم يتزوج ولم يكن له أولاد وليس هنا الكتاب يعني هو عايز أقول أنه كرس حياته للرب لكن ليس أنك خطيئة في التزوج أو خطيئة في إنجاب الولاد الحسن الأخوة المسلمين دايما على طول بيفهم العبارات غلط هو بيقول أنه كرس نفسه أنه خصص حياته كلها للرب مات فيه بيونيا ممتلئا من الروح وهو يعم 84 سنة وهو بعمر 84 سنة وهكذا إسكانة الأناجيل قد كتبت من قبل إنجيل مات في اليهودية وإنجيل مرؤس في إيطاليا كتب لوكا إنجيل بإلهام من الروح القدس في مناطق أخائية أما إنجيل يوحن فقد قدمه يوحن للكنيسة وما زال على قيد الحياة كما أخبرنا بابياس التلميذ القريب ليوحن كان عندنا بابياس ده تلميذ القريب من يوحن شهد على أن يوحن كتب الإنجيل وسلامه للكنيسة قبل موته ديش هادة عن الإنجيل الأربعة والشهادة دي مهمة لأنه مارسيون رفض الثلاث أنجيل الأخرى وقبل فقط إنجيل مرؤس وهنا بيقول له لأ اللي أنت عملته ده غلط إنه عندنا أربع أنجيل عندنا متة وعندنا مرؤس وعندنا لوقة وعندنا الأخير يوحن ده قبل مجمع نقية موضوع الأنجيل كان مستقر منتهي انتهى إمتى انتهى من لحظة قبول المؤمنين في الكنيس المختلفة لما كتبه الروح القدس على يد متة ومرؤس ولوقة ويوحن ويوحن وما كانش بحتاج إلى مجمع نجي البابياس أسكوف هيرابوليس ودوان اللي كان تلميذ ليوحن الحبيب يقول لنا إيه عن يوحن الحبيب اعتاد الشيخ إشارة إلى يوحن الحبيب اللي هو متقدم في الإيمان كبير السن الوقور اعتاد الشيخ إشارة إلى يوحن الحبيب أن يقول لنا دا شهادة يوحن هنا كان مرؤس مترجم بوتروس فكتبه بدقة إنجيل مرؤس هو ترجمة لوعز وخدمة بوتروس وكتبه مرؤس على لسان بوتروس فيقول إنجيل مرؤس كان مترجم مرؤس كان مترجما لبوتروس فكتبه بدقة لا بترتيب كل ما نذكره من أقوال رب وأعماله يعني مش كل اللي عمله الرب وكل اللي قاله الرب اتكتب فهو لم يسمع الرب ولم يتبعه مرؤس ما كانش تلميذ من تلاميذ المسيح بل كما قلت تبع بوتروس فيما بعد بوتروس قدم تعليما حسب الحاج على فكرة لو هم بيغشوا ما كانش يقوله الكلام ده ما كانش يقوله إنه مرؤس لم يكن معاصرا للرب ما أنت لو هتغش خليك شاطر في الغش بتاعك حاول اقنع لقدامك بإنه دو يعني كتبه بوتروس مش مرؤس وبدل ما تحط مرؤس حط بوتروس إنما لأن دي الحقيقة ده التاريخ وكانوا أطهار وأنقياء وهو بيقولك الحقيقة بيقولك الحقيقة اللي كل الناس عرفه فهو لم يسمع الرب ولم يتبعه بمعنى لم يكن تلميزا مباشرا للرب يسوع كبقية تلميذ بل كما قلت تابع بوتروس فيما بعد بوتروس قدم تعليما حسب الحاجة ولم يؤلف أقوال الرب تأليفا مرتبا من كلمة تأليف هنا يعني مش معناه يخترع يعني ولم يكتب ولم يسرد ولم يضع على ورق أقوال الرب بالترتيب التاريخ اللي احنا عارفين اللي ممكن الإنسان يبقى عارفه وهكذا لم يخطئ لأنه هو قال أقوال للرب وقال تعليم للرب لكنها ليست كلها ثلاث سنين مفيش إنجيل شمل الثلاث سنين للرب يسوع كلها وإيس وهكذا لم يخطئ موركوس حين دون بعضا من هذه التعليم كان لدى موركوس هدف واحد بيكلمك هنا على الهدف كتابة إنجيل موركوس أن لا يهمل شيئا مما سمعه وأن لا يقول شيئا كاذبا يعني موركوس كل اللي سمعه كتبه والغرض التاني والأمانة اللي في حياة موركوس إنه لم يقل شيئا كاذبا ما أقلفش من عنده والبشير متى كتب الأقوال باللغة العبرية وكل واحد نقلها فسرها يعني كما استطاع ده كتبات بابياس تلميذ يحنى الحبيب يعني الأنجيل كانت مقبولة ومعروفة وكان بيشهد يحنى الحبيب بيشهد عن مرؤس وبيشهد عن كتاب مرؤس تلميذ بوتروس أوريجينيس من 184 إلى 254 كتب في مقدمة تفسيره لإنجيل متى اللي هو 25 مجلد أي نعم 25 مجلد دول يعني فقد منهم كثير لكنه كتب بس تفسير لإنجيل متى 25 مجلد وكتب أيضا تفسير لإنجيل يحنى في 32 مجلد أوريجينيس أوريجينيس كتب عن الأنجيل الأربعة الآتي في مقدمته لإنجيل متى ذكر لنا كده بتلخيص عن الأنجيل الأربعة قال لنا قال لنا إيه قال لنا إن أول إنجيل هو الإنجيل بحسب البشير متى هنيجي النهاردة ونتكلم على مدارس النقد ومدارس النقد سواء النص أو أو الهير كريتسيزم اللي بتطلع مرؤس هو أول إنجيل كتب طبعا دي كلها نظريات بردو والنظرية قد تكون مبنية على أسس صح أما مبنية على أسس غلط دي نظريات دي محاولة للعلماء في القرن الثمنتاشر والتسعتاشر إنه يفهموا علاقة الأنجيل الثلاثة مع بعض ماتة ومرؤس ولو اللي بنسميها الأنجيل الإيزائية لكن هذه النظرية ليست وحي حتى لو أنا مقتنع بيها بس هي ليست وحي هي مجهود بشري لكن هنا بيقول لي إيه بيقول لي أوريجانيوس إن أول إنجيل هو الإنجيل بحسب البشير ماتة قد يكون الأول في الترتيب زي ما هو الكنيسة أبلهم الأربعة في الترتيب أيضا هكذا إن أول إنجيل هو الإنجيل بحسب ماتة الذي كان قبلا جاب للدرايب هو عارف منين إنه ماتة جاب للدرايب ده ماتة اللي ذكر كده ده إنجيل ماتة هو اللي قال كده فهو فاهم وعارف ودارس ولكنه أصبح رسول المسيح يسوع لقد كتبه ماتة للمؤمنين من اليهودية وعش كده نحن بنقول إن إنجيل ماتة كتب لليهود ولأنه كتب باليهود فمحتواه وسياخته وطريق تأسيمه تخدم الغرض دوا أن تصل الرسالة إلى اليهود فيدرك اليهودية أن يسوع هو ابن داود المسيح بحسب الجسد وأن الله قد افتقد شعبه وأن المسيح قد جاء ده الغرض قد كتبوا المؤمنين من اليهود ولهذا كتبوا بالعبرية أما الإنجيل الثاني فهو إنجيل مرؤس بحسب الترتيب بحسب وجودهم في يعني أنا بقول زي ما قلت هنا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا هنا لكن الكنيسة قبلت أنه ماتة الأول ومرؤس الثاني والوء الثالث يحن الرابع الذي كتب تحت إرشاد بوترس يبقى مرؤس كتب تحت إرشاد بوترس الرسول الذي اعتبر مرقص كابنه فإن بوترس تبنى مرؤس اعتبره كابنه عندما قال تسلم عليكم التي في باب المختارة معكم ومرقص ابني في بوترس الأولى خمسة أما الإنجلي الثالث فهو قد كتبه لوقة وقد كتبه للأمم عشو كده لما عبارة من العبارات مثلا اللي توضح لك الحقيقة دي أنه في إنجيل متى دايما لما يكلم عن ملكوت الله يكلم عن ملكوت السماوات ما يقولش ملكوت الله أما لوقة فعلى طول يقول ملكوت الله متى يقول ملكوت السماوات لوقة يقول ملكوت الله لأنه إذا أنت بتكتب لليهودي فإسم الله لا ينبغي أن يكرر وعش كده متى كيهودي يعلم فكر اليهودي في كل مرة كان بيكتب فيها عن ملكوت الله كان يقول عنه ملكوت السماوات أما لوقة فمش فرق معاه لأنه اللي بيكتب لهم دول من الأمم مش هيفكروا زال يهود فكل واحد كتب بغرض وهذا هو الإنجيل الذي مدحه بوليس وبعد ذلك يأتي الإنجيل الذي كتب يحنى أن الإنجيل السالس هو الذي أمر بوليس بأن يكتبه للوثنيين عايزين نكتب حاجة للأمم الوثنيين عايزين نعرفهم عن يسوع المسيح نعرفهم عن ميلاده نعرفهم عن حياته نعرفهم عن فدائه عن محبته نعرفهم عن ما صنع عن ما قال فكتب إنجيل لؤة للأمم الوثنين عشكده النهاردة حتى لما تيجي إلى فيلم السيد المسيح الفيلم اللي اللي تكتبه أو تعمله كدرام عشان لكل العالم تبنى على إنجيل مور لؤة لأنه كتب للأمم أجي إلى شهادة أخرى أغسطينوس يمكن ده الوحيد اللي جي بعد مجمع نقية بس أيضا شهاد عن الأنجيل الأربعة قال إن البشار الأربعة قد انتشرت في كل العالم وربما هم أربع كتب لأنه يوجد أربع أركان يعني قدم لنا يمكن السبب حسب تفسيره لأنه هناك أربع أركان للعالم كتبت أربع أنجيل حيث أعلنت فيهم رسالة الإنجيل وقد كتبت الأنجيل بالترتيب التالي الأول متى ثم مركس والثالث لؤة والأخير يحن من هذه الكتب الأربعة كتب متى فقط بالعبرية أما الثلاثة الأخرى فقط كتبت باليونانية جيروم أيضا اللي هو مترجم الكتاب المؤدس إلى اللغة اللاتينية سنة 347 قال أتكلم الآن عن العهد الجديد الذي بدون أدنى شك كتب باليونانية مع استثناء عمل متى البشير الذي كتب إنجيل عن المسيح ونشره في اليهودية باللغة العبرية قبل دول في عندنا حاجة مهمة جدا بسميها المخطوطة الموراترية موراتوريان فراغمنت ودي يعني تاريخ يعني التاريخ الأول ليها ما بين 150 سنة ميلادية لكن الديت بالزبط ما نعرفوش لكن البعض بحطها من 150 ميلادية إلى 450 ميلادية يقول لنا إيه مع أن بوتروس كان ما زال على قيد الحياة إلا أن موركوس هو من وضع القصة الكتابية أما الإنجلي التالت فهو الكتاب بحسب لوأ ولوأ هو ذلك الطبيب الذي رافق رسول بوليس بعد صعود المسيح إن البشير لوقة لم يرى الرب في الجسد ودي حقيقة ولهذا عمل قدر ما استطاع فبدأ بشارته منذ ولادة يحنى تتبعت كل شيء بالتطقيق فبدأ من عند ولادة يحنى والإنجيل الرابع هو إنجيل للرسول يحنى واحد من الرسل لقد حثه رفقائه من الرسل والأساقفة على الكتابة فقال لهم سوموا معي من اليوم ثلاثة أيام وإذا أعلن الرب شيئا لأي واحد منه يخبر به الآخرين قالوا أنت رسول يحنى تلميذ المسيح ما تكتب لنا حياة المسيح ويحنى الحبيب لم يرد أن يعمل شيئا خارج مشيئة الرب فطلب منهم بحسب الرواية هنا أن يصوموا وأن يصلوا معهم لمدة ثلاثة أيام وإذا أعلن الرب أي شيء لأي واحد فيهم يجي ويخبر الآخرين ففي نفس الليلة أعلن لإندراوس واحد من الرسل أنه يجب أن يخبر يحنى بأن يكتب كل الأمر باسمه وعلى الآخرين أن يراجعوا ما يكتب مع أن الإنجيل الأخرى ركزت على عدة أمور أخرى إلا أن هذا الإنجيل لا يختلف عن إيمان المؤمنين لأن بسلطان الله تناولت كل الأنجيل ميلاده وألامه وقيامته وحياته مع تلميذه ومجيء الاثنين ومجيء الثاني المجيء الأول في اتضاعه حيث كان محتقرا وقد تم المجيء الثاني في مجد كملك قوي فسوف يتم في المستقبل يعني زي ما كلموا عن مجيء الأولين كلموا عن مجيء الثاني ويوحن كتب لنا إنجيل خطاب أثاناسيوس وده بيقول لنا أنه البعض يقول لنا أنه خطاب أثاناسيوس هو الذي وضع القائمة الأخيرة لنجيل لا هو أثاناسيوس كان بيحث الكنيسة وبيشجع الكنيسة على التمسك بالإيمان المؤسس على كلمة الله وهو بيكتب لهم كان أثاناسيوس معتادا كان عنده عادة حلوة كده لما يجي عيد القيامة كان يكتب رسائل لكل الأسقفة اللي تحت أبروشيته كانت هذه رسائل كانت تتناول مواضيع كنسية يحثهم على الرعاية يحثهم على التقوى يحثهم على ممارسة العبادة إلى آخره في خطاب رقم تسعة وتلاتين ذكر أثاناسيوس الرسول أو أثاناسيوس أسكف سكندرية كتب قائمة بأسفار العهد جديد لكي ما يحث الأسقفة على تمسك بكلمة الله فهنا بنجد القائمة مسكورة في الخطاب رقم تسعة وتلاتين اللي بيكتبه وبيبعته للكنيسة أجي أجي إلى نقطة أخيرة أعتقد أنه الإخوة المسلمين ما بيفكرش فيها كتير بس هي فيها اعتراف علني القول بأن الكنيسة الأولى اختارت الأنجيلة التي تناسب عقيدتها وتعددها وأهمها لهوت المسيح هو اعتراف علني بأن الأنجيل الأربعة تثبت وتؤكد حقيقة شخص المسيح كلمة الله المتجسد وعلى أي إنسان يريد أن يعرف عن شخص يسوع عندنا الأربع الأنجيل المصدر الأساسي للمعرفة عن شخص المسيح الأنجيلة التي كتبها القدسون رجال الله مصقين من الروح القدس وقبلتها الكنيسة منذ لحظة كتابتها إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم